أنتقل الآن إلى الغيف في الستوديو دكتور وائل كريم وربما أتوقف عند كلمة صلب ما حدث اليوم هو صلب الديمقراطية كذلك يراه اليمين الإسرائيلي هذه القوانين تمثل صلب الديمقراطية وهناك من يؤمن حتى في الدول الأوروبية بأنها تمثل صلب للديمقراطية كما يرونها بعيونهم وبوجهات نظرهم سؤالي هنا من الجانب الاقتصادي هل الدول الأوروبية التي تميل إلى هذا النموذج في الديمقراطية أيضا دفعت أثمان اقتصادية طبعا واضح هناك أنظمة كثيرة في العالم دفع ثمن الدكتاتورية التي اخترت من خلال الديمقراطية وهذا مفهوم ليس غريب عن العالم حتى في التاريخ القريب هتلر قاموا بانتخابه ديمقراطيا وفعل ما فعل يعني هناك الكثير من الأمثلة في العالم على الاستبداد الذي وصل إليه الحاكم من خلال استعمال منظومة الديمقراطية بشكل خاطئ من يقول بأن الديمقراطية هي نظام مبني على الأكثرية فقط دون أن يحتكم لا لدستور ولا للمفهوم معقولية ولا للمفهوم قيم مشرعة مسبقا يعني الآن نحن نفتقد في إسرائيل أو دولة إسرائيل ككل تفتقد إلى القيم الأساسية التي من خلالها كان يمكن أن تتنازل عن فقرة المعقولية فقرة المعقولية جاءت فقط من أجل الحد من تعنت الأكثرية إذا ما وصل الأكثرية إلى الحكم وكانوا في اتجاه معين ضد اتجاه آخر وبالتالي من يحمي الأقليات في هذه الدولة؟ لا يوجد هناك دستور لا يوجد هناك قوانين تتحدث عن حقوق الأقليات في هذه الدولة لا توجد هناك قوانين تحمي الملكية الخاصة للناس في هذه الدولة تخيل أن هناك قوانين موجودة في إسرائيل حتى الآن قوانين مثل قوانين أموال الغائبين التي هي قائمة حتى الآن منذ سنة 1952 حتى الآن ولم تتغير إطلاقا مع أنها ليست دستورية ليست عادلة ليست ديمقراطية ولا تحتكم لأي مفهوم ديمقراطي في العالم كل هذه الأمور تؤدي بالتالي إلى عدم الأمن الاقتصادي مطلقا لا يمكن أن نصل إلى أمن اقتصادي دون أن يكون هناك على الأقل أمن قضائي يستطيع من خلاله من مستثمر إن كان محلي وإن كان أجنبي أن يضمن حقوقه الأساسية إن كان حقوق العمل إن كان حقوقه الملكية إن كان حقوق الإستثمار إن كان عدم وصول فئة معينة إلى الحكم متنفذة الآن دعنا ننظر إلى النظام الإسرائيلي وتحكم أجهزة اقتصادية معينة على النظام الإسرائيلي الآن نحن نتحدث عن نظام فيه أكثر من 82% من الناتج القومي في إسرائيل مسيطر عليه من قبل 19 عائلة في إسرائيل هذا الاحتكار الكبير الموجود في إسرائيل هؤلاء محتكرون الاختصاد من ناحية هؤلاء محتكرون وسائل الإعلام وسائل الإعلام الإسرائيلية مسيطر عليه اقتصادية من قبل هذه العائلة المفهوم الثالث السيطرة هؤلاء أيضا على السياسة هناك مجموعات متنفذة مسيطرة سيطرة كاملة على أحزاب كاملة هذه الأحزاب عندما تذهب إلى الكنيسة تحصل على ضمانات من رجال أعمال يعني أكيروف هو الذي ضمن حزب ساعر قدعون ساعر وهو الذي ضمن حزب جانس عندما أتوا ليتوجهوا الانتخابات يعني تخيل هذه التبعية الكاملة للسياسة الإسرائيلية لمجموعة قليلة من المتنفذين اقتصاديا وبالتالي من يريد أن يستثمر في هذه الدولة يعلم بأنه داخل إلى مكان فيه الكثير من الخطورة والمخاطرة ولذلك الآن بدأنا نرى أكثر من 150 إلى 160 شركة سحبت أموالها من إسرائيل وهذا واضح يعني لا يمكن أن يكون هناك الدخل رد فعل بديهي وطبيعي ربما لما يحدث في المشهد السياسي هذا المشهد لأن من يدون السيطرة اليمين على المنظومة السياسية الإسرائيلية إن عموا تماما عن المفاهيم الأخرى الديمقراطية إن كان مفهوم الاقتصادي وإن كان مفهوم اجتماعي التبعات الاجتماعية الموجودة الآن في إسرائيل هي التي سوف تحدث الشرخ الأكبر في إسرائيل نتيجة كل ما يتعلق بالاعتبارات الإثمية التي دخلت إلى مفهوم إسرائيلي بشكل أكبر بكثير مما كان في السابق أستاذ أمير مخول دعنا نبدأ من ربما النقاط التي استعرضها بن يمين نتنياهو في هذا الخطاب استمعنا إليها قبل لحظات ما الذي استوقفك ربما بحديث بن يمين نتنياهو أم أن الخطاب كان تقليديا متوقعا لم يفاجئ بأي من النقاط التي طرحها استمعنا إلى صوت نتنياهو لكن الأيدي أيدي سموترش وبن كفير وليفين وهذا الذي يجري أمامنا اليوم رأينا أيديهم ارتفعت وصوتت وقررت الحكومة في أي نظام يعتبر حاله ديمقراطي دورها أن تدير النظام وليس أن تغيره وهذا هو الصراع الإسرائيلي الجوهري طبعا إذا بنقذ ردود الفعل خاصة أهم من ما يتحدث به نتنياهو ردود الفعل الأولي بين الائتلاف الآن بدأنا نحكم الآن بدأنا الآن سوف نستمر وهذا يعني أن الآن سوف تطبق هذه الحكومة جدوى الأعمال الحقيقي يعني اتفاقات الائتلافية يعني خطوط العريضة التي في مجملها في هذا الثلاثي المحيط في نتنياهو تتعلق في الواقع الفلسطيني وهذا أخطر ما في الأمر وبعتقالي يجب أن نكون متنبهين فلسطينيا ليس فقط أن ننشغل في الساحة الإسرائيلية لكن ننشغل كيف ستكون إسقطات ذلك علينا كفلسطينيين سواء داخل 48 أو في الضف بالأساس وفي مخططات يعني ما كان لحد الآن يعتبر غير قانوني مثل السيطرة عن المستوطنات والمستوطنية استيطانية على أراضي خاصة أو وفق القانون الإسرائيلي الاحتلالي طبعا غير قانوني لكن الآن يصبح قانون لأنه قرار حكومي لكن في خطاب نتنياهو حاول يتودد إلى الشعب في إسرائيل إلى جمهور الشعب أن يتحدث أنه بلغة النعوم هاي لكن أعتقد لا توجد ثقة حاول كذلك التودد للمعارضة الإسرائيلية لدى المعارضة الإسرائيلية ولدى حركة الاحتجاج يوجد به ثقة كبيرة داخل اليمين لكن ليس جميعهم حتى لأنه بدأوا يشكون في نواياه من هون كانت المحاصرة نتنياهو اليوم في اتخاذ القرارات من قبل ليفين من قبل سموتريش ومن قبل بنيكفير اللي هددوا لحد اللحظة الأخيرة أنه أي إمكانية تراجع على العموم أستاذ أمير الرد على ما يبدو أتى على لسان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وهو يؤكد الآن في هذه اللحظات أن تصريحات نتنياهو فارغة المضمون ويؤكد كذلك أن النضال الآن قد بدأ لكن دعني أتطرق إلى العنصر الأهم في كل ما يتعلق بالمعارضة الإسرائيلية ردود أفعال المعارضة الإسرائيلية ونتوقف بالتحديد عند بني جانس قال وبشكل واضح في تصريحاته قبل قليل إن كل ما تم تشريعه اليوم في البرلمان الإسرائيلي الكنسة سيشطب هل من الممكن أن يشطب قانون أساس؟ بالمبدأ طبعا ممكن يعني مثل ما هذا أقر اليوم قانون أساس يمكن يشطب قانون أساس وأعتقد أنه هذا سيمر في موضوع يعني في امتحان المحكمة العليا ما ستقدر به لكن من الموضوع يعني جانس بحاولي يحافظ على موضعة نفسه في اليمين المعتدل أو الطيار المركز المعتدل في إسرائيل وهذا نجح فيه لحد الآن بأعتقاده بشكل قوي ونجح في الحفاظ على يعني أكثر من لبيد في الحفاظ على منهجية معينة في هذا النهج ونجح أنه يبين أنه كان معني في توصل لتوافق وكان أبرز السعين أستاذ أمي وهو أكثر أيضا موالين للموقف الأمريكي من طبيعات الحال والموقف الأمريكي موالي لبيني جانس كذلك الموقف الأمريكي يدعم بيني جانس يدعم الجيش ويدعم الاحتجاج لكن كل هذا الموقف الأمريكي أيضا تبين في النهاية المطاف أنه تمخض الجبل فولد متأسفين يعني على أسف فيعني كان جزئية ربما لوجستية قبل أن نعود إلى المشهد الاقتصادي والعكاسات جزئية لوجستية أستاذ أمير يعني اليوم بات قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في كتاب القوانين الإسرائيلية منطقيا على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن تدافع عن هذا القانون السؤال هنا هل ستدافع عن قانون من هذا النوع من الواضح أنها تعارضه ومن الواضح أنها تعارض هذه الخطة لإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي والشق الآخر ما المسارات المتاحة اليوم أمام المعارضة لا يعني بعده غير ساري بمفهوم أن المحكمة العليا تنظر به بهذا المفهوم طبعا صار قانون المستشارة القانونية ملزمة بالقانون وهي تفسر قرارات الحكومة أو وفقا للقانون وهي تكون أول الاحتمالات للإقالة بسبب هذا القانون وتسهيلها يعني يسهل على الحكومة ذلك التي تعتبرها يعني هناك من هدر دمها بالمفهوم السياسي في إسرائيل لكن واضح اليوم أنه التوازن بين السلطات اختل نعم واختل أيضا مع المحكمة العليا يعني مش واضح هذا المحكمة العليا يوم ترى نفسه أنه هي طليقة اليدين في رفض القانون لأنه المحكمة العليا أيضا في وضع أنه صار فيه قانون تخذب أغلبية معا وهي ترى الأزمة الدستورية في الأفق والمنظور القريب هناك مشكلة في شرعية هذا القانون إسرائيليا أيضا في موقف المعارضة أنه رفضت تصوت يعني رفضت شرك في التصويت اللي هو نزع الشرعية عن القانون نفسه لكن هل سترى المحكمة العليا أنه هذا انقلاب على النظام الإسرائيلي أم لا هذا يعود إلي هذا سؤال مطروح على الطاولة لكن من الجدير بالذكر ربما إحدى البرقيات التي تفصل الآن من خلال الإعلام ووسائل الإعلام العبرية أن رئيسة المحكمة العليا قررت قطع زيارتها لألمانيا والعودة إلى البلاد هذه البرقية تثير أكثر وأقل تساؤلات تبعا لأن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابي تحدث وبشكل واضح اليوم عن المحكمة الإسرائيلية العليا وأكد أن المعارضة ستلتمس وتقدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا فيما يتعلق بقانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية إذا ما عطت ربما إلى الشخص بن يمين نتنياهو دكتور وائل كريم هذا الشخص الذي طيلت السنوات المنصر ما سوق نفسه ليس فقط سيدا للأمن الإسرائيلي وإنما رجل الاقتصاد كذلك الأمر طبعا لعلاقاته طبعا لشبكة العلاقات دعنا نقول حتى ليس فقط في إسرائيل إنما أيضا في العالم والولايات المتحدة الأمريكية كيف من الممكن أن نفهم سيكولوجية هذا الرجل رئيس حكومة إسرائيل بن يمين نتنياهو في عزمه على تشريع قانون من هذا النوع يعرف وهو متأكد بينه وبين نفسه أنه يضر بالاقتصاد الإسرائيلي بيبي نتنياهو الآن اعتبراته مختلفة عما كان في السابق بيبي نتنياهو بدأ ينظر إلى الأمور من منظوره الشخصي وهذا موضوع واضح من خلال سياسة بيبي نتنياهو خلال ثلاث سنوات الأخيرة وليس الآن فقط بيبي نتنياهو استعمل صلاحياته مختلفة من أجل إنقاذ نفسه من كل الشبهات الموجودة ضده هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بدأ يفهم بيبي نتنياهو أن العداء في إسرائيل هو حبل النجاة لبيبي نتنياهو بيبي نتنياهو يريد أن ينقذ نفسه من خلال وضع الشرخ في المجتمع الإسرائيلي دون أن يكترف لما يمكن أن يكون في المستقبل كيف سوف يذكره التاريخ بيبي نتنياهو هو الذي بدأ مشوار الشرخ الأساسي والأول في اللحمة الإسرائيلية هو الذي بدأ بمفهوم الاعتبارات الإثنية في القرارات المختلفة في الحكومة الآن يا أخي نحن نشعر ذلك في التعامل مع المكاتب الحكومية الاعتبارات الإثنية أشكنازي وإسفرادي وإسفرادي وشرقي وغربي والآخري موجودة وأصبحت موجودة بشكل كثيف جدا الآن بدأنا نرى النظرات الموضفين إلى بعضهم بشكل مختلف عما كان في السابق هم يحاولون إلى حد معين بشكل أو بآخر عدم إثارة الموضوع ولكن هناك عداء بدأ يدخل إلى المفهوم الإسرائيلي بشكل كبير جدا وهذا المفهوم له تبعيات على المسار الاقتصادي من ناحية على المسار الاجتماعي من ناحية أخرى وعلى المسار السياسي من سوف يحكم هل سوف يكون هناك إمكانية في المستقبل أن يأتي الطرف الآخر ويحصل على الأكثرية وعندما يجيء الطرف الآخر ويحصل على الأكثرية هل سوف يمنعه فقرة ما يسمى بعدم المعقولية أن يسن قوانين ضد مثلا أن الحردي يجب أن يدخل إلى الجيش أن الحردي لا يستطيع أن يتلقى معونات من الدولة يجب أن يدخل العمل أن المستوطن مثلا هو عمليا خارج حدود الدولة ولذلك لا يستطيع أن يحصل على الحقوق كل هذه الأمور هي سيف دوح الدين يجب أن يفهم اليمين بأنه لا يفهم ما هي الطريقة التي من خلالها يمكن أو ما هي النتيجة التي يمكن أن يصلها الحكم في إسرائيل إذا لم يكن هناك معقولية هي الكلمة الأساس في المفهوم أن المعقولية لكن من الواضح دكتور بأن هذا البند هو الذي يعيق وصول العديد من المسؤولين في هذه الطبقة الحاكمة إلى مراكز صنع القرار كذلك الأمر مثل الوزير السابق الحالي لا نعرف درعي في هذه المشهدية لكن اسمحوا لي من جديد أن أعود إلى الميدان وبالتحديد إلى مدينة حيفا مع مراسلنا مجد دانيال كيف تسير الأمور مجد هل هناك من تطورات عينية نستطيع أن نوردها في هذه اللحظات نعم أمير يعني ما زلنا كما تشاهد هنا في مفرق حريف مدينة حيفا وما زال الألاف يتواجدون هنا حتى هذه الساعة ومنذ ثلاث ساعات وهم كما يبدو يعزمون أن يبقوا عمليا لربما ساعات أكثر متأخرة من الليل كما تشاهدون نحن نتواجد بعد الحواجز التي قامت الشرطة بوضعها وهي قامت بإحاطة المتظاهرين وتحويت المنطقة بالحواجز ومنع عمليا لكي تمنع المتظاهرين من الخروج من المنطقة التي حددتها لهم من كل الاتجاهات عمليا يوجد حواجز نحن بصعوبة أيضا سمحت لنا الشرطة أن نتجاوز هذا الحاجز وأن نقوم بعمليا نقل الصورة من هنا لكن هناك حالة من كر وفر بين المتظاهرين والشرطة لحظة بدع الوقت يذهبون شمالا ومر جنوبا لخلق حالة من البلبلة لدى الشرطة ولربما تمكنهم من اختراق إحدى هذه الحواجز نحن نرى بأن البعض يتمكن عمليا من اختراق الحواجز الشرطية ولربما التوجه إلى شوارع أخرى في مدينة حيفا هذه عمليا الصورة الآن في مدينة حيفا الوضع يتطور من دقيقة لأخرى وهناك كما قلنا قوات الخيالة موجودة هنا هناك قوات كبيرة من الشرطة تحيط بالمتظاهرين يحاول السيطرة على الوضع ومنع عمليا خروجهم من هذه المنطقة أمير شكرا جزيلا مجد دانيال نقلت لنا الصورة هذا المساء من مدينة حيفا عود إلى غيوف للملمة أطراف الحديث في هذا الملف وفي هذه الأزمة التي يبدو أنها تتعاظم وتأخذ مناحي متعمقة أخرى أستاذ أمير مخول لم نأتي ربما في هذه الساعة على جزئية غاية فيها الأهمية وهي البيت الأبيض وهذا البيان الذي صدر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض الذي قال وبشكل واضح أن ما حدث وأن هذه الخطوة هي أمر مؤسف بشكل أو بآخر هناك من يعتبر رد الفعل هذا من قبل أوساط المعارضة بأنه رد فعل خجول ولا يرقى للحدث يعني منذ البداية الإدارة الأمريكية لم تتخذ خطوات فعلية ضد ضغط على نتنياو يعني كان عنده تصريحات تصريحات هامة بعثت قد يكون بعض الأمل لدى حركة الاحتجاج الإسرائيلي أنه يعني مهم دور الأمريكي لكن لم تكن إجراءات وهذا تبين في الأيام الأخيرة يعني تصريحات في اللهجة لكن بدون أي شيء فعلي وهذا رغم أنه في قناعة بالإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات أو موضوع جهوزية الجيش الإسرائيلي مثلا يؤثر على سلامة الجنود الأمريكيين في المنطقة يربطونها بهذا الشكل لكن الإدارة الأمريكية بطبيعتها يعني وأيضا عندها انتخابات بعد قليل فارتأت بهذا الموقف الذي لا يعبر عن قدرات الأمريكية ولا عن مفهوم القيم التي تبجحوا فيها وغير ذلك وإنما تقزمت هذه الأمور وبانت هنا نتنياوي يتحدث بشكل آخر يتحدث إلى الأعداء يحذرهم من الحرب وتآكل الردع وهذا حتى الأمريكان ما يتعامل شكرا أستاذ أمير مخول الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي كذلك أشكر المختص والخبير الاقتصادي دكتور وائل كريم على مرافقتنا في هذه الساعة لقراءة وتشهيء وتحليل المشهد الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر